بسم الله الرحمن الرحيم يتم تحضيرها وإعدادها مسبقا قبل حدوث الأزمات لذلك بقول أن التخطيط لمرحلة ما قبل الأزمة يعتبر عملية وقائية حتى يجنب المؤسسة من حدوث الأزمات وإن حدثت يجنبها أو يقلل خسائرها قدر المستطاع ويساعد في العودة إلى الوضع الطبيعي بعد الانتهاء في حال وجود الأزمة تخطيط لإدارة الأزمات يتم وضع تصور الأشخاص اللي سيشاركوا في الإجراءات التنفيذية لمنع حدوث الأزمة أو لتقليل خسائرها قدر المستطاع حين التعامل مع حدوثها فعليا تحديد الجهات والأدوار والمهمات وتحديد خطوط الاتصال وما إلى ذلك فيما يتعلق بالتعامل مع الأزمة بشكل مباشر أو غير مباشر عرف التخطيط لإدارة الأزمات على أنه عملية منظمة ومستمرة منظمة لأنه تتبع وفق مجموعة من الخطوات المتسلسلة ومستمرة ما دام هناك مؤسسة قائمة يجب أن تكون هناك خطط وتحدث باستمرار فهي عملية منظمة ومستمرة تخضع لضوابط مقننة تتم مبكرا وهنا بنقول اللي هو العملية الوقائية للتخطيط تتم مبكرا قبل التوقيت المنتظر للأزمات المحتملة ويرى آخر أنها عملية تفكير تتضمن مجموعة من السياسات الإدارية والإجراءات وأنظمة التنفيذ توفر لدى قيادة وإدارة المؤسسة للتعامل مع الأزمة والكارثة في حال الحدوث ما هي أهمية التخطيط لمنع حدوث الأزمة؟ هنا يعتمد بالدرجة الأولى على المسؤولين حين التعامل والاستجابة السريعة للمعلومات التي تنقل للإدارة فيما يتعلق بمؤشرات وملامح وإرهاصات تدلل على وجود أو بداية وجود ملامح أزمة والتعامل معها من المسؤول هنا يتم وضع الخطط بناء على المعلومات الموجودة وبناء على القراءة الحقيقية من المسؤول للتعامل مع الأزمة وهذا يعتبر إجراء صحيح ودليل على صحة هذه المؤسسة بإدارتها وقيادتها بينما هناك بعض المؤسسات تفشل في معالجتها للأزمة وذلك بسبب عدم التعامل مع المعلومات وقرائتها بالشكل الحقيقي والاستجابة لها من القيادة وإدارة المؤسسة وهذا بسبب بعض القدرات البشرية للتعامل مع الأزمة على نحو مهم وهذا طبعا يؤثر على وجود وإمكانيات ومشروع وسمعة المؤسسة وينعكس سلبا على العاملين وعلى المجتمع والرأي العام في حال حدوث الأزمات بشكل حقيقي كما أن أساس وجوهر عملية التخطيط في المنظمات الصحية كما غيرها من المنظمات يعتمد على مدى التنبؤ بالأزمات المحتملة والأطراف ترائط رؤية الأطراف التي لها علاقة في حدوث الأزمات وبناء عليه ما هو الإعداد الجيد والصحيح لمواجهة هذه أو تلك الأزمات كمان يعني إيش هي ردود الفعل ما مدى مستوى التأثير لتلك الأزمة على المؤسسة ومشروعها وإمكانياتها فهو يعتمد بالدرجة الأولى على مدى ترائط ما لا يقراهه الآخرين وهذا قلنا الأسلوب العلمي المحدث في تعريف إدارة الأزمات التخطيط لإدارة الأزمات يساعد على تحقيق ما يليه إعداد وثيقة مكتوبة وتوضح إمكانيات وقدرات إدارة المؤسسة في مواجهتها للأزمات كمان تحقق التفاهم والتعاون بين الأفراد والجهات التي تشارك في عملية التخطيط من خلال توزيع الأدوار على كافة ذوي العلاقة داخل المؤسسة على المستويات الإدارية الثلاث كمان تساعد عملية التخطيط في بيان أساليب الاتصال وتنصيق واتخاذ القرار بين المستويات الإدارية الثلاث في المؤسسة تحت الضرف الطارئ الاستثنائي في حال وجود الأزمات ما هي أسس عملية التخطيط لإدارة الأزمات؟ أولا التنبؤ بالأزمات المحتملة وقراءة ما لا يقرأه الآخرين وهذا يعتمد على تدفق المعلومات ومراجعتها أولا بأولا تقوم على تحضير وتقييم وضع المخاطر والتهديدات قراءة الانرهاصات والتنبؤات والإشارات التي تدلل على احتمال وجود الأزمات وبناء عليه يتم وضع الأولويات حسب تلك المعلومات اثنين إعادة التقييم للمخاطر بصفة مستمرة حسب المعلومات المستحدثة أولا بأول إننا التقييم وأعادة التقييم المستمر بناء على المستجدات المعلوماتية أولا بأول داخل المؤسسة ثلاثة وضع تصور لخطة مواجهة الأزمات توضح فيها المسئوليات والأدوار وخطوط الاتصال توضح فيها الإمكانيات والموارد البشرية اللي احنا بدنا إياها والموارد المادية المستعانة فيها توضيح فريق إدارة الأزمة توضيح الفرق التنفيذية في حال وجود الأزمات مع توفير الإمكانيات المطلوبة في حال وجود الأزمات أيضا تحديد الجهات الخارجية التي سيتم الاتصال بها في وقت وجود الأزمة وهذا يعتمد طبعا على التنسيق والاتصال المسبق من فريق إدارة الأزمة والإدارة العلمية أيضا أيضا وضع برنامج زمني للخطة المكتوبة والتدريب على تلك الخطة مع تحديد الأدوار بشكل موبح ومعايشة أو محاكاة الحالة في حال وجود الأزمات كذلك تعيين مسؤول إعلامي مسؤول عن النشر الإعلامي والحوار الإعلامي مع المؤسسات الإعلامية بكافة أنواعها في حال وجود الأزمات ما هي الاعتبارات التي يجب أن تراعى عند وضع خطة مواجهة الأزمات أولا أن تكون عملية المواجهة منظمة بعيدا عن الارتباك مرفقة بدليل إجراءات لتلك الخطة ومنهجية علمية محددة حتى ما يكون فيه نوع من التخبط والارتباك والتدخل في الصلاحيات الاعتبار الثاني أن يتسم الأفراد المكلفون بالمواجهة بالكفاءة والإمكانيات والقدرات يعني وفي قصة طالوت زاد الله بسطة في العلم والجسم لازم يكون في عنا شخصية عندها كفاءة وحكينا في السمات الشخصية في اللقاء القيادة لما تحدثنا عن تقريبا تسع نقاط أن تتنوع العمليات بحسب المواقف يعني ممكن يكون فيها نوع من الحدة قد يكون فيها منع المفاوضات نوع من اللين نوع من التنازل عن شيء مقابل شيء تاني حسب طبيعة الأزمة وتقدير حالتها في حينه أن يوضع في الاعتبار عند وضع الخطة الأحداث والمتغيرات الخارجية على المستوى الخارج لأنه نحن نقول دائما نعتمد كثيرا في حضور الأزمات على التدخلات الخارجية خارج المؤسسة نفسها أو خارج الدولة نفسها من ناحية الدعم والإسناد سواء العلمي أو المعرفي أو الوجستي أو المالي وما إلى ذلك ويمكن يعني هذه بدأت توضع في الاعتبار دصة الخطة اليوم أزمة كورونا أثرت على مستوى العالم كله العالم كله بعاني من أزمة كورونا ولو إحنا عن ندنا وقلنا مش محتاجين أنه إحنا نعمل مثلا نفرض حال الطوارئ أو مش محتاجين ونعمل مباعدة اجتماعية أو نعمل مراكز حجر وكذا لأنه إحنا مجتمع مغلق وما فيش عنا يعني معابر وكذا وفيش عنا وافدي من الخارج ودخل عنا المايكروب إحنا منكون أتينا على الشعب كله لكن لأنه محدش حيتوجه إلنا أصلا بعد هيك وينظر إلنا من الخارج لأنه الكل يئن بهذه أو المعاناة وتلك الأزمة كمان أن تكون إجراءات وعناصر الخطة مفهومة واضحة محددة مكتوبة يعني أن تحتوي على ما يسمى بعناصر خصائص الهدف سمارت يعني سبيسيفيك محدد الأم مجرى بلقابل للقياس وإي أتشبع بلقابل للتحقق وآل رياليستيك واقعي وتي ضمن برنامج وجدول زمني محدد كمان أن تتسم السياسات بالحسم حتى تتحقق السيطرة يعني موقف سيدنا أبو بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لعدة أزمات منها كان إنفاذ جيش أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه اللي كان هو في عمر يعني في التصنيف العمري كان طفل وكان هو مسؤول وقائد الجيش وأراد أن يمشي بالجيش وكون قائد للجيش ولكن النبي صلى الله عليه وسلم توفى فبعدها استنكف عدد من الصحابة عن هذا الأمر وقالوا يعني أرادوا أن يغيروا قائد الجيش ولكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أصر على هذا الموقف وكان فيها نوع من الحسم كمان يعني لما منعوا الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نصلي ولكن لا ندفع الأموال ولا نزكي فالنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه قال والله لو كانوا يمنعوني عقال بعير إن كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه فكان فيها نوع من الحسم حتى تمت السيطرة على الموقف نفسه ما هي عناصر التخطيط الاستراتيجي لها لازم إحنا متعودين على التخطيط الاستراتيجي متعارفين على أنه العلاقة بالمستوى الإداري الأعلى في الإدارة العليا ومتعودين على أنه يعني يبدأ برؤية ورسالة المؤسسة ووضع الخطط والأهداف الاستراتيجية كرؤية عامة وكالإطار عام وصولا إلى الإطار التنفيذي المتعلق بالإجراءات والتكتيكات لكن هنا يقال أنه لم تأخذ حتى الآن يعني شكل رسمي عناصر التخطيط الاستراتيجي فيما يتعلق بإدارة الأزمة إلا أن هناك عدة عناصر يعني عامة أولها التعرف على المصادر المحتملة للأزمة سواء كانت مصادر داخلية أو خارجية داخلية داخل المؤسسة ويمكن للمؤسسة أن يكون لها دور في السيطة على كافة المستويات وهذا يعتمد على نباهة وإدارة الإدارة في المؤسسة نفسها بشكل أولاً بأول أما الأزمات الخارجية فهي التي ليس للمنظمة إمكانية السيطرة عليها زي مثلا خينا نقول الوضع المالي وخينا نقول في كثير من المؤسسات انهارت عندنا في البلد بسبب يعني عدم التمويل الخارجي ضمن يعني ما يسمى بالإرهاب والإسلامفوبيا أثرت على تمويل كثير من المؤسسات انعاخست هاي الأزمة المالية في عدم الحوالات المالية على المؤسسات العاملة في البلد وأثرت على إمكانية وجودها عنصر الثاني الإنذار المبكر بوقوع الأزمة وهذا يعتمد بالدرجة الأولى على القراءة والتحليل المستفيد أولاً بأول للمعلومات التي ترد لإدارة المؤسسة والتعامل معها ويعتمد على الإشارات والإرهاصات والإنذارات المبكرة ويمكن بنستذكر اللي هو برنامج الرصد الوبائي بتبع الأونروة للأمراض المعدية اللي حكينا باعتمد على ثلاث مستويات ألرت يعني هناك في زيادة واضحة في عدد الحالات ألارم يعني أنه في إشارة إنذارات كبيرة أنه هناك عدد كبير من الحالات أو ثري شولد يعني خلينا نقول حالة انفجارية لهي أنه العتبة عدينا مستويات عالية جداً في رصد الأمراض أو تسجيل الأمراض العنصر الثالث نظام تتبع لآثار الأزمة وبرضه هذا يعتمد بالدرجة الأولى على متابعة الآثار الأولية والآثار الثانوية الآثار المباشرة وغير المباشرة لحدوث الأزمة ومدى مستويات التأثير لها ومآلات تلك الأزمة على واقع المؤسسة مراحل وضع خطة مواجهة الأزمات هناك 14 مرحلة أولها تحديد الهدف وقلنا الهدف يجب أن يكون واضح يجب أن يكون مكتوب محدد في الأشخاص وتوزيع الأدوار يكون سمارت اللي قلنا عنها محدد من جرى برقائب للقياس أتشيب برقائب للتحقق رياليستيك واقعي وضمن برنامج جدول أو جدول زمني محدد توضح في هذه الخطة الأهداف والغايات المطلوبة والوصول إليها في حال تنفيذ الخطة طبعا بهدف منع حدوث الأزمات أو تقديل الخسائر قدر المستطاع ولكن بشكل عام تلك الخطط التي توضع أو الأهداف التي توضع لمواجهة الأزمة تحقق عدة أهداف منها التوقع ويعني تلك الإجراءات والسياسات التي تتضمنها الخطة حتى تساعد على توقع الأزمة ومنع حدوثها والحد من آثارها ولما كنا بنحكي كثير أو كانوا بيحكوا كثير إعلاميا أنه إحنا بنقول نتوقع انهيار النظام الصحي نتوقع انهيار النظام الاقتصادي كثير اليوم قاعدين بيحكوا أنه معهم مواجهة كورونا وأزمة كورونا قديش ممكن يكون فبيحكوا توقعات يعني إلى علاقة بجانب اللي هو مالي سيؤثر على العالم بشكل عام وأنه العالم اليوم صار يعني وصل الدين من 38 تريليون دولار على مستوى العالم إلى تجاوز الخمسين بعد الأزمة ويمتوقع أنه زيد أكتر بين هيك مع انتهاءها زي هي هاي من تعتبر من ضمن اللي هي الأهداف أيضا المنع ونقصد في المنع هنا عبارة عن استعراض للجهود التي تبذل من أجل منع حدوث الأزمة زي الاستعراضات انتبع الجيش تع الشرطة تع الدفاع المدني اللي ممكن تكون هي دافع من دوافع سياسة منع لحدوث بعض الأزمات والتجاوزات على مستوى الميدان أو الشارع المواجهة أو رد الفعل وهنا مقصد فيها عمليات المواجهة في حال وجود يعني أحداث معينة وأزمات معينة بيكون بالعادة زي ردات الفعل زي حالات اللي بتصير فيها اعتداءات على الناس الآمنين أو اعتداءات على الأجهزة الأمنية قديش بيكون في ردات فعل للأجهزة الأمنية هذه تعتبر من ضمن اللي هي أيضا أهداف تحقير الأهداف اللي توضع من أجل منع حدوث الأزمات أيضا الردع وهنا نستذكر قول سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه إن الله ليزع بالسلطاني ما لا يزع بالقرآن اللي هي برضو من خلال وضع سياسات وإجراءات تحقق الردع الميداني لمنع حدوث الأزمات أيضا الشمولية وهي تتضمن الهيكل التنظيم المختص بمواجهة الأزمة على كافة اللي هي الأطر الإدارية والمستويات يعني مين هم الأشخاص ما هي المستويات الإدارية اللي تحتوي نظام المصفوفة اللي قلنا عنه إنه باخد فيها بالكل المستويات الإدارية في التعامل مع اللي هو الأزمة مستوى الإدارة العليا والإدارة الوسطى والإدارة التنفيذية مع تحديد الأدوار والمناطة فيهم عشان هيك بنقول عنها شمولي لأنه أخذت من خافة المستويات أيضا نقطة رقم 2 في مراحل وضع الأزمة إعداد فريق التخطيط لمواجهة الأزمات وفي هذه النقطة يتم وضع تصور للأشخاص والجهات التي ستشارك في إعداد الخطة يعني فيه عندنا فريق إدارة الأزمة هم بدونوا يحطوا الخطوة أو عفوا الخطة لإدارة الأزمة في حال الحدوث طبعا مع الاستعانة بأشخاص من داخل المؤسسة أو خارج المؤسسة كمستشارين في وضع عملية التخطيط وهنا مهم جدا الأدوار والمسؤوليات لجميع المشاركين في عملية التخطيط المرحلة الثالثة في مراحل من ضمن مراحل وضع خطة مواجهة الأزمات تخطيط البيانات والمعلومات وهنا يجب أن يتم وضع خطة مع تحديد الأدوار والأشخاص المناطبهم المسؤولية نحو قراءة وتحليل البيانات والاستفادة منها ووضع الخطط الوقائية للتعامل مع الأزمة أو خطط المواجهة في حال وجود الأزمات النقطة الرابعة تقييم المخاطر وهذه المرحلة تعتبر مرحلة مستمرة على الدوام طول وإحنا عمال شغالين في وضع اللي هي الخطط وهنا يقصد فيها عملية التوقع والتنبؤ بالأخطار والمشكلات التي يمكن أن يترتب عليها حدث ما أو تصرف معين أو ردات فعل أو أزمات معين النقطة الخامسة تسجيل الإمكانيات والموارد وهنا المقصود يعني حصر الإمكانيات اللي موجودة عندنا حصر بين قوسين الموجودات مهم جدا في عملية الحصر والتسجيل أن يكون هالموجودات اللي إحنا بدنا إياها والموارد والإمكانيات يسهل لجوء إليها في حال حدوث الأزمات الفعلية ويمكن بعد حر 2014 وضعت الأنر وخطة أنه إلى موضوع إجلاء الناس والمواطنين في المدارس وكانت بتسجل من عنده إمكانيات أنه يشتغل في حال وجود اللي هي الحرب حتى يعني وضعت قاعدة بيانات كاملة تعلقت في موضوع الموارد المادية والمكادر البشر الممكن يشتغل هذا اللي تعتبر من ضمن يعني كمثيل يحاكي الواقع في هذا البند البند السادس محتويات خطط الأزمات وهذه المرحلة تقوم على وضع مجموعة من الخطط الفرعية تندرج تحت خطة إدارة الأزمة منها خطة تحديد وتوزيع وحماية الإمكانيات والسكان خلال الأزمات يعني بعد الحرب 2014 الأنر وضعت مجموعة من الشلتر اللي هي مكان أو أماكن الإيواء في حال الأزمات اليهود عندهم في حال اللي هو الحروب في عندهم ملاجئ وهاي ضمن خطة معينة موزع عليها السكان لو كانوا هم بالعمل لو كانوا هم بالبيوت لو كانوا هم بالمزارع وما إلى ذلك اثنين خطة نظام التنبيه والإنذار والاستعداد للطوارئ طبعا هذه تعتمد بالدرجة الأولى على تدفق المعلومات وتحديلها وقراءتها ومدى استجابة الإدارة إلىها وضع خطة إدارة الأزمة وتتضمن تحديد اختصاصات وأدوار كل عضو من أعظم الفريق وهاي مهم جدا لصدل توزيع الأدوار حتى لا يكون في نوع من التداخل والارتباك في حال وجود الأزمة خطة الدعم الذي تقدمه الجهات المعاونة زي وزارة الصحة ووزارة الداخلية وما إلى ذلك أو خلينا أقول المؤسسات الإغاثية الجانب الإغاثي الجانب اللي هو الدعم الإجتماعي الدعم الإعلامي نحو تعزيز الناس ومواقف الناس في حال وجود الأزمات على اختلاف أنواعها خطة القيادة مستيطرة أثناء الأزمات يعني مين في عندنا القائد رقم واحد في حال أنه تنحى في حال أنه صار عنده ضرف في حال أنه استشهد في حال أنه توفى غاب عن المشهد ممكن يكون اللي هو الخطط القيادي الثاني يمكن في معركة مؤتى النبي صلى الله عليه وسلم كان أولا بأول على الحدث فقال أنه جعفر رضي الله عنه وأرضاه ابن أبي طالب مسك القيادة استشهد بعدين عبد الله بن رواحة استشهد بعدين زيدو بن حارثة فكان في عندنا خط اللي هو قيادي أول ثاني ثالث حسب الطبيعة والموقع خطة استمرار مهام ومسؤوليات المرافق العامة أثناء الأزمات وهذه تعتمد بالدرجة الأولى على الأمن والشرطة في المحافظة على والفرق التطوعية في المحافظة عن المقدرات والمنشآت العامة في حال وجود الحروب وما إلى ذلك خطة التوفير مراكز لإدارة الأزمات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وهنا يعني بالعادة لما كان بصير حروب كانت تفصل المناطق عن بعض فكانت كل إدارة من الإدارات على مستوى الوطن الواحد في المحافظات الخمسة على سبيل المثال في قطاع غزة كان لها إدارة ولكن تجتمع تحت مظلة إدارية كبرى وهذا يقاس على المستوى الوطني والمستوى الإقليمي وضع سيناريو لمواجهة الأزمة يقوم على أساس الإمكانيات والموارد المتاحة ولما بنقول سيناريو إذن عبارة عن إعداد فكري تصوري لطبيعة الموقف لما يصير كيف إحنا ممكن نصرف فيه بناء على إمكانياتنا ومواردنا المتاحة مش بناء على شيء قرأناه في عدد من الدول والمؤسسات الكبرى اللي عندها إمكانيات أكثر من الواقع اللي موجود نجي نتفاجأ في حال وجود الحدث إنه إحنا مش موجود عندنا تلك الإمكانيات والموارد اللي حتكون هي أصلاً معوى الهدم وتعميق لوجود الأزمة في حال حدوثها المرحلة السابعة تخطيط التنسيق والقيادة والسيطرة أثناء الأزمة وهنا تعتمد على وضع خطة مفصلة وشاملة ومحددة لكافة الجهات التي ستشارك في عمليات المواجهة والمحافظة على الميدان من خلال تنسيق معد مسبقاً زي الفرق التطوعية وزارة الداخلية الأمن المستشفيات وزارة الصحة الدفاع المدني وما إلى ذلك تنظيم أو تخطيط نظم الاتصال والإنذار وهذا البند مهم يعني لو استذكرنا في الحروب الاتصال العادي في أي وقت بيكون ما فيش في مشكلة ولكن لما بيكون لما كان يعني نسمع في حدث معين أو في انفجار أو كذا بصير الاتصال صعب جداً لأنه في ضغط على الخطوط وهنا في حال وجود الأزمات من أكبر المشاكل التي تتواجهها الأنظمة في إدارة الأزمة هي عملية الاتصال ما بتصال ما بتكون بالدرجة السهلة والسلسة سابقة لذلك يجب وضع قليات اتصال بديلة في حال وجود اللي هو خلل بالاتصال وأنظمة الإنذار في حال وجود الأزمة المرحلة التاسعة ضمن مراحل وضع خطة مواجهة الأزمات التخطيط الإعلامي في مجال الأزمات وهنا يعتمد على وضع خطة لاحتواء الناس وطمأنة الناس وتهدئة الناس حسب طبعاً نوع للأزمة إمكانية التواصل الدائم والمستمر مع الجمهور تحديد ما هي المعلومات التي يمكن أن تعطى للإعلام لذلك يعني شوه ممكن يحجب وشوه ممكن ينشر بصفة مستمرة أو بصفة دائمة عن الإعلام اللي ممكن هو يصل إلى عامة الناس وضع خطة تدريبية للمسؤولين الإعلاميين أو الناطقين الإعلاميين إثناء الطوارئ يعني وإمكانية الحديث عن أشياء أو حجب أشياء إمكانية تأجيل أشياء للإعلام أو للمجتمع طبعاً تعتمد على نوع الأزمة نفسها كمان مهم في موضوع التخطيط الجانب الإعلامي في مجال الأزمات وضع وسائل اتصال بديلة لإعلام المجتمع بسبب طبعاً أنه ممكن يكون الإعلام التقليدي ما فيش مجال أنه يوصل لكافة الناس أو حتى الإعلام الحديث لو انقطعت لو انقطعت الإنترنت كيف ممكن نصل إحنا إلى كافة الناس بإيصال المعلومة لجمهور اللي يتأثر بالأزمة بشكل مباشر أو غير مباشر من النقاط أيضاً تخطيط استمرار الخدمات الحكومية والصحية أثناء وجود الأزمة في حال وجود الأزمات أكيد أنه تتعطل كثير من الخدمات والمؤسسات الحكومية يمكن أنا هيئلي يمكن أكثر من شهر من يوم ببدأ الأزمة أكثر وأنا بأتواصل مع وزارة التعليم في رمالله عشان نشوف هل بدوم ولا لا عشان نوصل أوراقنا من أجل اعتماد شهد دكتوراه ما بردوش فلازم يكون في خطط بديلة وإمكانيات اللي هو التواصل اليوم إحنا يعني خدمة التعليم صارت عن بعد من خلال هالمحاضرات اللي احنا بنسجلها أو بسوروها البعض الآخرين والامتحانات والأصائمة اللي تقدم هذك أعساس اللي احنا تستمر اللي هي الحياة بشكل يعني ما يكونش فيها نوع من الإنقطاع كذلك الخدمات الصحية ممكن تقل مستوياتها بتحجب بعض العمل في بعض العيادات ولكن تبقى اللي هي الخدمات الأساسية والطوارئ مستمرة أيضا تكوين فريق إدارة وهذا الفريق احنا حكينا عن أعضاء قبل هيك أنه حدا بدي يكون قائد للفريق يفضل أن يكون من الإدارة العليا مسؤول عن التخطيط يكون في المؤسسات الصحية مسؤولين عن الأقسام الفنية والإدارية يعني طبيب ممرض إداري صحي مسؤول اتصالات خصائي نفسي اجتماعي سكرتارية مسؤولة عن يعني إدارة محاضرة الجلسات هاي من الفئات المفروض أنها تكون موجودة النقطة الثانية عشر تحديد إجراءات التنظيم وهذا البند قائم على وضع تصورات فكرية أو سيناريو يتعامل مع الخطوات التالية تحديد الهيكل المطلوب لإدارة الأزمة والهيكل التنظيم ويمكن احنا حكينا في اللقاء السابق واللي قبله أنه يفضل أنه يكون نظام المصفوفة اللي بيكون فيها مستوى إداري واحد بنقول عنه أفقي من كافة المستويات الإدارية الرأسية من الإدارة العليا والإدارة الوسطى والإدارة الدنيا حتى تدوب ما بينهم الفوارق مع تحديد قائد لهذا الفريق بنأجل تسهيل العمل وسرعة الإنجاز اثنين تحديد الجهات مهم جداً تحديد الأدوار المناطة بكل واحد والتدريب عليها ميدانياً حتى لا يتداخل العمل في إدارة الأزمة يؤدي إلى حالة من الارتباك والتخبط والتداكل تحديد الاستراتيجية التي سيتم تطبيقها لمواجهة الأزمات ويجب أن تتسم بالمرونة العالية وإمكانية التكيف مع المسجدات في حال وجود الأزمات مهم جداً في هذا البند جمع المعلومات التفصيلية عن الأزمة وظروفها والمستحدث فيها أبعادها أخطارها تطورها تحسن الأمر وإنه يزداد سوء أولاً بأول من خلال المعلومات المتدفقة بشكل دائم المرحلة الأخيرة من مراحل وضع خطة مواجهة الأزمات هي تقييم خطة المواجهة وهذه قائمة بعد الانتهاء من الأزمة خلينا نقول اللي هي الدروس المستفادة من حال تعاملنا مع الأزمة ما هي نقاط الإيجابية حتى يتم تعزيزها والاستفادة منها والبناء عليها وما هي العقبات والسلبيات والإخفاقات التي تعرضنا إلها في حال وجود الأزمة حتى يتم معالجتها وتجاوزها والاستفادة من تلك الدروس هيك بنكون أنهينا الفصل العاشر التخطيط وإدارة الأزمات نتحدث في الفصل الحادي عشر إن شاء الله عن المعلومات وإدارة الأزمات يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله